فتح ورشة تعديل الدستور بتشكيل لجنة خبراء والتحضير لإطلاق مشاورات مع مختلف أطياف المجتمع سيمهد لتأسيس الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون جمهورية تقوم على مبادئ محاربة المفسدين لكن الكشف عن الفساد يقتضي توفير الحماية القانونية للمبلغين الآن أكبر إشكالية ما هي أنه التبلغ عن المفسدين حتى الذي يبلغ عن الفساد يجب أن يكون لك محمي مع أنه لا بد من أدوات قانونية تعطي حق الحماية للذين يشتغلون في هذه الملفات أمر الثاني القضاء لما نقوله مكوعة الفساد بمعنى أنه تفعيل دول القضاء في هذا المجال يعني نعطي القاضي حريته واستقلاته في اتخاذ القرار والمتابعات القضائية في كل ما يثبت أنه يعني تعدى على المال العام أو شيء آخر إذا طبقنا ممت حكم راشد وفي وجود استقلالية خضاء واستقلالية العدالة بمعنى وأضيين هناك فصل مريم بين السلطات أعتقد ستشتغل هذه المؤهيات بأريحية تطبيق النصوص المتعلقة بمحاربة الفساد وحماية المال العام يستلزم توفير آليات دستورية على أرض الواقع في الحقيقة الميكانيزمات يجب تفعيلها لازم نقوله أنه النصوص غير مفاعلة الآن قوة الإرادة السياسية إنتاج هيئة ورئيس شرعي إعطاء استقلالية للقضاء والهيئات القضائية هذا من أهم أهم شيء فقط يجب تجمعهم إعطائهم المصار والآن موجود الإرادة السياسية تورط بعض نواب البرلمان في قضايا فساد جعل مسألة الحصانة البرلمانية تطرح بقوة البعض يرى تقييد الحصانة في العمل البرلماني حلا يضاف إليه تجريم اختلاط المال بالسياسة لتفادي الممارسة السابقة أنا مع من يعتقد بأنه علينا أن نحض من الحصانة البرلمانية للنواب ونقصرها فقط في عمله البرلماني هذه تفصل ما عن السياسة كثير من التجارب العالمية تضع في نصب عينها أنها تبعد رجال المال عن العملية السياسية ما معنى ذلك؟ أن رجل المال لا يخرج على إطار الاستثمار إطار الاقتصادي في إطار الاستثمارات في إطار البلدان لكن العمل السياسي هو السياسيين النزاء الوطنيين أخلقة العمل السياسي مكافحة نهب المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد من المطالب التي لا طالما رفعها الجزائريون مطالب ينتظر ترجمتها إلى مواد قانونية في الدستور القادم